أطلقت لجنة نماء للزكاة والتنمية المجتمعية حملة لإنشاء دار إيواء للأيتام من اللاجئين السوريين في الأردن والذي يعد مشروعا نموذجيا تسعى نماء من خلاله لتأهيل الأيتام من الجانب النفسي والاجتماعي والتعليمي الحملة التي بلغت كلفتها ما يقارب 150 ألف دينار كويتي ستعمل على توفير المسكن والمأكل والتطعيم للتعليم للأطفال الأيتام الراحمون هو مشروع إنساني فيه تتيقن أن الخير في دولة الكويت ينبض بالحياة فهو عبارة عن دار إيواء كاملة للأيتام السوريين في الأردن حرمتهم الظروف أجمل لحظاتهم وربما من خلال هذا المشروع يعود لهم ولو جزء بسيط من الأمل ليصطع من جديد في عيون اليتامة هو دار سكن للأسرة بالكامل بمعنى الأم موجودة وأولادها وبناتها موجودين في مكان واحد هذا المكان يقدم خدمة السكن والأمان للأيتام بشكل عائلي كعائلة كاملة ونقدم أيضا خدمة التعليم في مدارسنا التي إنشأناها ووفق لتقارير الأمم المتحدة هناك أكثر من مليون طفل سوري معلقين بخيط رفيع ولا يمكن للاحتياجات الإنسانية أن تنتظر فالكويت تبذل قصار جهدها ممثلة بجمعياتها الخيرية لحجد الدعم لهؤلاء الأطفال فالتعليم للأيتام هو عنصر أساسي في تربيتهم اللي نقدمها وبالتالي ليس فقط هي معيشة بل معيشة وتربية وكذلك تغيير سلوك ثم تقديم تعليم أكاديمي متميز للأيتام وأيضا نوفر لهم مكان مناسب لتحفيظ القرآن الكريم وبفضل الله سبحانه وتعالى عدد كبير من الأيتام قد أتموا حفظ القرآن بالكامل وبقية الأيتام لديهم خطة لحفظ القرآن وأيضا أمهاتهم في مجموعة كبيرة من الأمهات المسؤولين على الأيتام قد أتموا حفظ القرآن الكريم دار الراحمون تعد بمنزلة مسكن متكامل ليتامة يتلقون الرعاية والاهتمام الصحي والنفسي فهي بمثابة مسكنه البديلة فكرة إنشاء الدار ولدتها الحاجة الفعلية لهؤلاء الأطفال والذي سيضمن لهم حياة كريمة وأساسا لمستقبل واحد من لجنة نمال الزكاة والتنمية المجتمعية مروا محرم تلفزيون دولة الكويت